ورد أيضا في الحديث أن من مواطن إجابة الدعاء ونحن في هذه الشعيرة العظيمة نلتمس يعني مثل هذا الأمر من ربنا سبحانه وتعالى أن من مواطن إجابة الدعاء عند شرب زمزم ولذلك قاقيل زمزم لما شرب له فإذا شربته بقصد الحسن أو دعوت الله تعالى بأمر حال شربه قاسدا الله تعالى بقلبك حري أن يستجاب لك ولذلك عبد الله بن مبارك وهو من إمة حقيقة للسلف وكبار أتباع التابعين كان يدعو عند شرب زمزم قائلا اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن زمزم لما شرب له وإني لأشربه إضماء ذلك اليوم يقصد يوم القيامة حينما تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل ويعلوهم للحر والعطش ويلجمهم العرق ففي هذا المقام يا رب إن كان لي من دعوة مستجابة وسقي أن تفع بها اللهم اجعل شرب لزمزم الآن سببا لسقاية في ذلك اليوم بحسنات ماحية وأعمال رافعة للدرجات فأنجو بها من حر ويعني عظم ذلك اليوم ترجمة نانسي قنقر